أما الآن أخبار الفن والفن السابع والأخبار السياسية الفنية حتى ممكن كيف دا تيجي مع الإعلام والإذاعة باسيم دوني صباح الخير ليس سعد صباحكم أهلا وسهلا فيك وبعيدا أيضا عن الانتخابات كفترة أنت دايما بتشغل بالإذاعة مقتطفات من مصرحيات أو من أقوال زيادة الرحباني دوريد لحام زيادة الرحباني يعني بيحكوا عننا تقريبا مع أنه الفترة قديمة بس بتناسب دايما ودائما هذه الأقوال معاصري يعني والله مرة يعني بروح تاريخها على فكرة هذا الذي ورجع نوعا ما بوجع كتير أنه من 30 و40 سنة بعد نفس الواقع بش أشكال مسلفة بالنضبط واللسعات نفسها اللي كانت بكلام دوريد لحام أو اللسعات اللي موجودة من وراء فلسفة زيادة الرحباني بتناسب العصر اليوم مئة بالمئة أنا بظل أحط منها لأنه مرات صعب أنا أحكي شو عن بحس بس دوريد لحام الصعب عليه موجودي يعني مسجلي وبيدروا كل ناس يحضرها نفس الشي زيادة الرحباني وزيادة الرحباني إيش أكتر جملة بالانتخابات تتشغلت في الراديو طلع كتير بالنسبة أنه لازم يجتمعوا والعائل ييجي على بعض إحنا زي كانوا إحنا مجتمع واحد يعني بما فيه أنه كلنا أولاد بلد وحدي على فكرة بحب أبارك لكل الفائزين مش بس بالناصر يعني لكل اللي فازوا بكل بلاد مدن وكرة عربية بالانتخابات أول شغلة بتثبت قديش لكل إنسان في قلوه شعبية يعني الانتخابات إيش هي أنا بحبك أو بحبكاش أنا مع عقلك أو ضد تفكيرك كمان فحلو كتير أنه نشوف قديش في ناس عندهم هاي الشعبية اللي بتخلق مع الإنسان هاي بتخلق مع الإنسان يعني ما حدا بشتريها من قدرش نروح نشتري شعبية فلان الإنسان الشعبي المحبوب الناس شو ما يعمل أنا معك ليش لأنه المحبة بتقرب الناس بتقرب القلوب مين اللي كان شغال أكتر على السوشيال ميديا المرشحين والجماعة المرشحين اللي حواليهم صحيح ولا الناس في كتير من الناس أنا حكيت هيك تحت الهوى دوريد أنه في كتير شغلات يعني أثبتت لنا قديش في ناس عندهم إبداع بالتفكير حتى لو كان مرات على حساب إنسان معين يعني مرات أنا بصير أقول طب شو خصوا هذا الإنسان طيب يعملوا عليه فيديو مثلا أو كذا بس الإبداع الفني اللي طلع بهاي فترة الانتخابات زي بأي فترة تانية بتلاقي إنه في كتير ناس مثلا اللي بعرف في جرافيك مثلا بساوي شغلة حلوة اللي بعرف في ركب فيديوهات ويمنتج اللي بيركب فيديوهات ومنتاج بيعمل لك فيديوهات ومنتاج يعني هاي الفترة مع كل الأشياء اللي فيها أعصاب حكينا على قصة الأعصاب بتتطلع إنه قديش طلعت ناس موهوبين عملوا شغلات مع أو ضد إحنا مش عم نبحث هذا الموضوع أو نحلله بس حلو إنه في كتير ناس مبدعة طلعت الإبداع اللي عندها بطريقة تعبير عن الراي أنا تفكيري غير عن تفكيرك بفيديو معين مع إنه كتير ناس مثلا كانت ضد أو انتقدت هذا الإشي بس شوف قديش عنا تركيب أغنيات بيجيبوا من مسرحيات معينة بحطوا مقاطع هذا كله بدوا تفكير بعدين كله وليد الساعة يعني أنت قاعد بالزبط 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 شو بصير بكمشو خمس ثواني صارت معمولة يعني وين تلحقوا يعملوا هذا الإشي بتصير تفكر مختص كادر كامل عملوا في ناس في كادر كامل مختص إنه يأخذ هالمقطع هذي يعملوا منتاج وينزلوا لا أي درجة فكرة ممكن أن يستغلوها لا يكسبوا فولورز لا يكسبوا مصاري حتى من وراء هذا الإشي طلع ما هو أنا بدك تعمل أنت كمان موازئة بين مثلا في ناس مع في ناس ضد كسبة مصاري بفكرش فيها كسبة مصاري بس أقولك شغلة بالنسبة للفيديوهات في ناس كانت مع في ناس كانت ضد حسب يعني تعليقات كمان إذا في تشهير ومس بالشخص عن جد أنا ضد لأنه بأثر كتير ولكن إذا نقد بناء وحتى مرات عسبيل الكوميديا الساخري حتى بعد ما انتهت الانتخابات عم تشوفي كمان فيديوهات اللي فيها مثلا تهكم بطريقة معينة أنا بقول أنه يعني أنا ضد أنه نتهكم على شخص معين بس ممكن أنه على بيئة معينة على وليدة الساعة تبعيت اللي كان هناك مثلا الشغلات اللي صارت ممكن أنه نأخذ مقاطع فيديو ونضفلها شغلات هيك نعطيها مثل بهارات بس مش كتير بهارات صار زي واجب وطني أول ما بتوصل لك فيديو أو صورة دوري بتدور على بتفوت سليك تاك 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 بروب واشياء هذه لازم تبعته كل هيك عم بعمل هيك صار يعني صار عنا زيك إنه إدمان إنه نبعت حكينا كثير مرات على قصة الفيديوهات المتسربة أنه أنت ما تكونش شريكي بهذا الموضوع وإحنا مع هذا الإشي أنه ممنوع تبعت دايماً لكل إصحابك ولكل الجروبات اللي أنت فيها بس إذا في إبداع بإشي معين نتطلع على النظرة الفنية للإشي وستوري هات شغالي يعني أحدث ولا حرش وكل انتخابات وإحنا بخير يا جماعة نستنى مبروك طبعاً لكل الفائزين وحظر للمرشحين بعد الانتخابات حلو إنه اسمعنا برامج انتخابية نشوفها على أرض الواقع يعني ما تضلش هيك بس بالخيال وساعتها كلنا رح نتقدم لقدام وأهل البلد هن بلد واحد يعني مش رح نجيب بلد تاني ندمجها مع بلدنا مثلاً أهل البلد هن أهل البلد نتمنى الخير لكل بلداتنا العربية إحنا أنا أنا شخصياً بحالي من الحزن بنغمة سلبية شوي كثير حزنت على فقدان الكاتب والصحفي والإعلامي القدير حمدي قنديل عن عمر يناهز 82 عاماً يعني قلم رصاص البرنامج اللي أقدمه اليوم أنا كتبت أنه نكسر قلم الرصاص لأنه هذا الألم لحمدي قنديل كان يحكي عنه يحكي كيف حكينا عن حسيسنا إحنا اللي منقدرش نطلعها أنا تأثرت فيه بهذا البرنامج هو الاستمراري لهذا الموضوع وانتقاده كان كناقد كمان يعني نجلاء فتحي هي زوجته اليوم صارت أرمالته مسكيني بس أنه حكت عنه كتير كإنسان كزوج بتصير تقولي شو هذا الإنسان الموجود ورا هذا الوجه الحلو اللي كان يقدم برنامج كقلم رصاص ويحكي عن وضعنا بكل إشي يعني إذا كان فن إذا كان سياسي إذا كان دائماً يدمج الشغلات وما عندهش أي خوف يعني يحكي كان يقول أنا كالسيف يعني وهو كان كذلك مصبع لا وقلم رصاص صح اليوم انكسر بس الكتابات اللي كتبها مكملة معنا وانتقاداته تعلمنا منه كمان إنه نكون صريحين بالانتقاد ليش؟ لأنه الانتقاد البناء هو اللي بطور مجتمع مش بس إنه ننتقد هيك إنه إشي ما عجبناش بنفكر قبل ما ننتقد ليش ما عجبناش وإذا فيه ممكن هدف إنه أنا بقولك يا عفاف أنا شغلي مش عاجبتني بتعطيكي أنك تتقدمي ليش؟ لا صحيح فتخيلي كل الناس لو يكونوا هيك يدعموا كل الناس نكون بأحسن حال وين كان صاروا كل الناس؟ كلهم بيكونوا بأحسن حال ياريتني قدرت أمسك نبيل تحت الهوى ويذكرني بأسم الشاعر اللي توفت يوم أمس هي فلسطينية أردنية اللي طعنت من الشغالة تبعتها وسرقت فدوة يمكن لا مش فدوة لأنه ناسي مور أو أماء ناسي ناسي هي زوجة كاتب كمان الكاتب اللي توفى والأصل إن الشويكي يعني في الأردن وجدت مطعوني يعني في بيتها أنا ما حبيتش أحكي عن كتير مواضيع موحزني صحيح بمشوية تيفرفشي بكفينها يومين حمدي قنديل كتير أطر عندي لأنه غير أنه منحب يعني نجلاء فتحي دايما ومتابعينها ومتابعين كل أفلامها ونتمنى نشوفها دايما بس إنه هي تحكي عنه كمان كراحل مش إشي حلو كتير على الصبح أوكي للنغمة الأكثر فرحة نطلع من هذا الجو ويرحم الجميع المتوفين وأيضاً القيد الحياة أيضاً يعطين الصحة نحكي على مولود جديد دخل العالم والعالم الفني آدم آدم إلى تامر حسني هو المولود الثالث من زوجته بسمة بوسيل هي مغربية يعني فنانة معتزلة نسبياً بس أقولك شغلة إنه دايماً عالم الأطفال بعطينا هيك أمل وتفاؤل إنه توفى إنسان ولكن ولد طفل الحياة مستمرة دايماً هذه يعني سنة الحياة بتوفى إنسان ولكن بخلق إنسان تاني آدم لبرنس الغناء العربي تامر حسني بعد كل المشاكل اللي كانت عنده بالأوطار الصوتية وحكينا عنها كتير اتحسن الوضعه اليوم وكمان الله أعطاه هدية ألف مبروك وألف سلام علي لتامر حسني مضبوط كتب كتير إشي حلو على الفيسبوك وأنا بتمنى إنه كل الرجال اللي هيك زوجاتهم بجيبوا يكتبوا لزوجاتهم قديش هني بقدروا هذا يعني الخلق للطفل معين إنه تجيب له هدية على البيت كان انتقادات كتير إنه زوجته خلفت في الولايات المتحدة أنجبت هناك ليش حتى يأخذوا جنسية للولاد الجنسية الأمريكية فكان هناك من ناحية مثلا أطر سياسية إنه ليش ما لها الجنسية المصرية مثلا إنه ابنك يكون مصري مش أمريكي كل الاحترام هذا كمان حرية شخصية حكار حرية شخصية أفكار حرية شخصية للإنسان طيب بس ننتقل إلى ليلى علوي وكانت ضيف بمهرجان قرطاج ضيفة شرف يعني يوم السبت مهرجان قرطاج طبعا من ثلاثة الشهر رح يبدأ حبيت إنه مش بس ليلى علوي ضيفة شرف كتير ضيوف وكتبوا هناك إنه رح نعطيكم الأسماء تباعا حتى نعطي كل ضيف أو ضيفة حقه وهذا أشي حلو فليلى علوي رح تكون موجودة هناك رح يعرض كتير أفلام فيلم منهن يوم الدين فيلم انعرض بمهرجان كان انعرض بمهرجان الجوني فحلو كتير كمان إنه كمان يكرم مثل ما ذكرنا قبل بفترة حليم الرومي مجد الرومي رح تكون بالاختتام يعني مهرجان قرطاج صار عالمي وهذا إشي حلو ليلى علوي كتبت إنه قديش هي مبسوطة إنه تشارك وكتبت قديش أنا عم بستعد مش عارفي شو أخذ حبيت أنا الفكرة إنه تستشير التابعين والمعجبين والمعجبات إنه شو أخذ معي يعني غير الفستان اللي رح تظهر فيه بالصهرة هاي التقيلة طبعا تبع التكريم وكضيفة شرف إنه كمان شو أخذ معي هدايا حلو فحلو إنه تحس أنت قديش مثلا من مصر شو ما نأخذ هدايا لقرطاج لكل الموجودين هناك ممكن بلجنة التحتي ممكن أصدقاء صادفاتهم قبل نقاد فنيين بتونس أو بأي مكان حلو حلو هيك تحس إنه الفنانين هني عيلي هالعيلي بتعطي زي ما تامر حسني صار عنده مولودة جديد هالعيلي بتعطي كتير أشياء كمان إنه لدعم العيلي الفنية الكبيرة بكل الوطن العربي مش بس بمصر أو تونس هناك دعم كمان من نوع آخر وهو إحياء وتجديد وإبقاء أغنيات جديدة نتحدث عن سميرة توفيق طبعا يعني سميرة توفيق اختفت عن الساحة حبيت كتير التكريم اللي كان بالأردن من الملك عبدالله الثاني والملك إيرانيا وبنفس الوقت كانت هناك متواجدمين زين عوض هذا الاسم احفظوه مع تحيات طبعا كمان للموزع والملحن فايز السعيد اللي أخدوا كل أغنيات سميرة توفيق اللي دايماً بتذكرها بأي عرص مرات أو بأي زفة عريس بغنوا منهن كتير فأخدت شبابنا شو باشو هالشين حرف الشين بتكرر كتير وكمان بعطينا إقاع وجددتها بطريقة زين يعني بتناسب كمان الأذن تبعت الـ 2019 اللي جاي علينا فحلو كتير إنه بنهاية هالسنة تعمل هالمشروع وتبدأ بأغاني سميرة توفيق تجددهن وينزلوا على الساحة ويكونوا كمان يعني الهت وممكن ممكن هيك يصير أنا حبيت الفرح اللي فيهن وحبيت إنه نتذكر سميرة توفيق يعني ما أسرتش بإشي دايماً حتى التراث البدوي الأردني كتير معروفة طبعاً صبوها القهوة والفناجين وكل هاي الشغلات معروفة إنه تراث أردني كمان هيك بدوي من البادي الأردني صحيح ودائماً هي يعني هي لبنانية بس دائماً نحسها إنه هي مولودة هناك هاي البيئة الأصلية تبعت سميرة توفيق صحيح وإذا أنا متفن جميل جداً بس يما إن أحكي شوية كمان خبر اللي كتير تناقلوا على السوشال ميديا رانيا يوسف تكشف عن عمرها؟ مع منشط يعني دائماً بيقولوا عفاف وأنتي ممكن أدرة كل الصبايا بس أليهم مثلاً قديش عمركو بيقولولك بتهربوا هذا السؤال ممنوع تسأله أو لصبية أو لسيدة حتى بأي عمر حتى لو صارت تسعين بيضلوا دائماً الستات هيكي يخبوا عمر هي قالت لا أنا متسامحة مع نفسي كتير عمري أربعة وأربعين بنتي الكبيرة عمرها تمنطعش لصغيري خمسطعش يعني كتير ناس كمان بقدروا يحسبوا إنه تجوزت بعمر كذا بنتها كذا أنا شخصياً ولا مرة يعني بفهم ليش الحساسية بهذا الموضوع بالذات الفنانات اللي بيصير إلهن يعني باع وأرشيف بيمتنعوا إنني يقولوا قديش عمر نادي الجند نبي العباد حتى إذا بتطلع على صورهم العالم خاصة بعالم الفني تحت الأضواء بتقدر تقولي مثلاً هاي عمرها 80 من بين 60 سبعين من بين 50 عمليات تجميل اهتمام أكتر في نوعية البشرة في كل هاي الشغلات اللي منحكي عليها دائماً مع خبراء صحيح التجميل كل هاي الشغلات خبراء التجميل هي بتقول لا أنا عمري 44 وليش لا متصالحة مع عمرها متصالحة مع نفسها بس أنا فكرت إنه 44 تعرفي معروفة أم 44 رح يكتقولها كتير شغلات على هذا الرقم يعني هذا بالضبط بس حلو إنه متصالحة مع نفسها وبهنمهاش بص الصلحي خير الصلحي خير رهام سعيد ومحمد رمضان طبعاً رهام سعيد أنا بقولك معها حق تزعل عايش صار بالبداية رح أحكي لك دريد كتير إشي وحكي دريد لحام كمان عذكر إسمك دريد لحام إنه منلبس أغلى الساعات ومنشيش على الوقت مظبوط للوطن العربي وانت أذهني كتير بكل محل لأنه دريد لحام بيكون قبل الموعد بساعة بيكون قاعد يستنى نفس الشي رهام سعيد كإعلامية حبت إنه تعمل معاه بعد ما ينزل عن المسرح أي مقابلة وراء المسرح اتفقت معاه استنته السيعة وما أجاش ترك المسرح وراح فحطت عنده أول مرة أو تاني مرة دايماً إنه بتهرب من الموعيد مع إنه ما أخدي معه موعد مع كل اللي محيطين فيه زعلت منه كتير وصارت دايماً إنه بأي مناسبة تنتقد قصة الوقت وتذكر اسمه تماماً تذكر اسمه كفنان كنجم يعني فأخيراً لعنه منشازلي منشازلي اجتمعوا لا هي اجتمعت مع ريهام سعيد ببرنامج منشازلي معكم وحكت بالزبط إنه القصة هيك 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 أنا بدي أصلحكم مع بعض عملوا طريقة إنه يلتقوا كمان بكواليس معينة كواليس تصوير وتصوروا مع بعض وقالوا إنه إحنا انسينا كل صافية لبن صافية لبن فإن شاء الله كل الناس تكون هيك بتسامحة مع بعض لأنه يعني بستهلش وممكن إنه هالانتقاد اللي أعطته ريهام سعيد يعطيه مثلاً إنه بفكر أنا ليش أتأخر خليني أكون قبل الموعد صحيح خيل إنه مثلاً أنا جاي اليوم على المسواة أقولكو أنا أتأخرت بالطريق جاي على العشرة وعلى الحداشة لا بين قدنا بقدر يفهم يعني بلك تكون أنت هلأدي ملتزم بالوقت وجدّي وتحترم عملك تحترم الناس اللي عم تستمعك زي ما بتحب الناس تلزم معكم أنت كمان ملتزم صحيح مظبوط السينما طبعاً هناك المهرجان الضخم اللي بصير حبيت إنه اختاروا مش بس فنانات وفنانين كسوهير المرشد يعني إلها قيمتها بالوسط الفني اختاروا كمان موسيقار معروف مثلاً اختاروا مخرج محمد عبدالعزيز الموسيقار تامر كاروان كل هين رح يكونوا بلجنة تحكيم وقالت إنه أنا كتير مبسوطة أكون بهذا المهرجان لأنه بعطيني أحس إنه أنا قدمت إشي للسينما هي طبعاً قدمت كتير أدوار بس مش مثل أدوار الصف الأول يعني إذا بتقولي مثلاً الله يرحمها مديحة يسري معروفة أكتر منها وأكبر منها بالعمور هي بتقول إنه أنا كنت أقدم أدوار بس تلائم شخصيتي وهذا إشي غلط يعني لازم الفنان يتكمس الشخصية هناك اللي بتجيه بأي دور أي سيناريو يكرأه ويلائم إنه مناسب إله يكون هناك بالدور لأنه رح يبتعد عن الأدواء والناس بس تبتعد عن الأدواء رح تنساكي وكأنك بتعودش موجودة رحلو كتير إنه كمان تكون تحت الأدواء بمهرجان ضخم اللي هو للسينما العربية مثل كل خميس تعملنا أحلى مهرجان بالأخبار الفنية شكراً دوريب شكراً إلك الإعلامي بسيم دموني شكراً عيساس وبانتظار لقاءنا خميس الجاي بإذن الله